أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد على أهمية مهنتي الطب والتمريض ودورهما في خدمة المجتمع ودور الشباب في دعم المجتمعات المختلفة من خلال الاندمام إلى الأنشطة الإنسانية في ظل الدور البارز للشباب البحريني الذي يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعطم حفظه الله ورعا جاء ذلك بمناسبة زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الحرم الجامعي للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين الطبية في البسيتين حيث كان في استقباله البروفيسور سمير لعتوم رئيس جامعة البحرين الطبية ومجلس اتحاد الطلبة وسعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وسعادة العقيد طبيب الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي وعضاء اللجة التنفيذية بالجامعة وخطب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة طلبة جامعة البحرين الطبية مؤكدا همية الشباب البحريني ودورهم في تشكيل مستقبل مملكة البحرين بابتكاراتهم وأفكارهم الخلاقة كما حثهم على بذل قصارى جهودهم للتفوق كل في مجاله وخلال زيارته أشاد سموه بخريجي الجامعة الفائزين بجائزة الملهمين لعام 2023 والتي تهدف إلى تكريم خريجي الجامعة في مجالات القيادة والابتكار والمشاركة المجتمعية والاحتفاء بإنجازاتهم وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة النقيب طبيب فارس نور الدين دفعة عام 2013 جراح العظام للأطراف العلوية والإصابات الرياضية في الحرس الملكي قوة دفاع البحرين وعضو الفريق الطبي الملكي في البحرين والسيدة عائشة البعركي دفعة 2010 و2021 معلمة تمريض بمستشفى الملك حمد الجامعي والدكتور طلال هلال دفعة 2012 استشاري مشارك بمايو كلينك بالولايات المتحدة والذي نال الجائزة غيابيا وباسم الجامعة أعرب البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية عن الفخر وخالص الامتنان والتقطير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب لزيارته للحرم الجامعي ومخاطبة الطلبة على ما يليه سموه من دعم وتشجيع للشباب ورؤيته الحكيمة ونظرته المستقبلية للقطاع الشبابي